من خلف التاريخ تعود الأوبئة البدائية إلى اليمن وكأنما كتب على اليمنيين أن يدوروا في نفس حلقة الأوجاع المتلاحقة منذ بداية الانقلاب تفاقمت المأساة الإنسانية ودمرت البنية التحتية واستنزفت كامل أموال الدولة ومخصصات القطاع الصحي الذي عانى وما زال يعاني الكثير نتيجة الدمار الذي طاله بالإضافة إلى شح الأدوية والمستلزمات الطبية وفيما كان مرض الكوليرا قد عصف بأكثر من نصف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية يطل مجددا وباء آخر اسمه ديفتيريا حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بالمرض إلى 34 حالة منذ بدء تفشي المرض في شهرين الماضيين تعددت التقارير في تحديد إحصائية معينة لهذا المرض إلا أنها أجمعت بأن الإصابة به تركزت في 15 محافظة يمنية مرض الدفتيريا هو مرض يصيب الجهاز التنفسي وينتشر عن طريق الاتصال المادي المباشر أو تنفس رداد الإفرازات الأشخاص المصابين وتتزايد عدد حالات الإصابة بالدفتيريا بسبب انخفاض نسبة التطعيم للأطفال وترد مناطق الازدحام الشديد وحياة السجون بمثابة بيئة خصبة لهذا المرض أمراض وأوبئة عديدة تعود لتعصف بالبلاد فليست المواجهات العسكرية وحدها من تقتل اليمنيين بل هناك شر آخر يظهر ليفاقم الأزمة الإنسانية ويعمل على إبقاء نتائجها لوقت طويل من الزمن